اشتركوا في القناة الكلام الحسن شهد عسل حلو للنفس وشفاء للعظام كلمة حلوة بتبقى في اذن المستمع اليها كانها شهد عسل يفرح بيها شهد العسل ده تعبير عن الشيء الحلو جدا السكر الكتير شهد عسل لكن هذا الشهد العسل جماله في انه حلو للنفس يفرح النفس كلمة الحلوة بتفرح النفس وشفاء للعظام وبقف عند تعبير شفاء للعظام ده بستعجب كتاب المقدس لما يقول التعبير ده يشير الى ايه الى ان كلمة الحسنة والكلمة الحلوة بتدخل في قلب الانسان وتدخل الى عمقه بل انها ممكن تشفي تشفي الام ومتاعب كثيرة جدا في داخله في قلبه في الداخل الاسرة المسيحية لابد ان تهتم بان يكون فيها كلام حلوة او كلام حسن يسموها كده sweet words يعني كلمات حلويات كلمة حلوة كلمات حلويات اغلب البيوت المسيحية احيانا بتفتقر الى الكلمة الحسن يمكن محدش بيشتم محدش بيزعق محدش بيهين الاخر لكن في المقابل ما بيقولش كلام حسن سامحوني الرجالة المصريين اغلبهم ما بيقولوش كلام حسن بيعتبر انه مدام بيتعب من اجل بيته لاجل اولاده وزوجته واولاده بيحاول يوفر لهم حياة كريمة وحياة حلوة هو دي المحبة ودي فعلا نعمل المحبة لكن ايضا نكملها بالكلمة الحلوة كلام الحسن شهد عسل حلو للنفس وشفاء للعظام البعض بيقول ما تعلمناش الكلام الحلو اللي ما تعلمش لما كبر وبقى فلوصن غر ناضج يقدر يدرب نفسه على كده لما يعرف انك تم مقدس بيعلمنا كده يهتم بانه يبتدي يدرب نفسه على الكلمة الحلوة كذلك الاب والام مع ولدهم الام محتاجة انها دايما تشجع ولدها وتقول لهم كلام حلو مش بس طول النهار انت ما عملتش وانت ما قلتش وانت 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 كسرت كده وانت بهدلت ده وانت نحن نحتاج اننا ندور على الكلمات الحلوة ونقولها مرة سفر هشع يقول لأولاد ربنا خذوا معكم كلاما وارجعوا الى الرب يعني يروحوا قدقوا في قدام ربنا وقولوا كلمة ربنا هيفتح قلبوا ليكم لانه الكلمة الحلوة معناها محبة ايه نوعية الكلام الحسن والكلام الحلوة التي تحتاج الاسر هنشير لبعض النقاط اولا كلمات الشكر والتقدير نشكر بعضين على كل حاجة بنعملها الزوجة تشكر زوجها على تعبه من اجلهم والزوج يشكر زوجته وام اولاده والاولاد على تعبهم وعلى مشاركتهم في كل شيء الشكر يريح نفس البابا شنودة يا ربنا ينفعنا بصوته وقال دايما يقول كده لو الزوج زوجته عملت له كوباية شاي يقول لها متشكر كلمة لطيفة وصغيرة وبسيطة لكن بتعبر عن التقدير كلمات الشكر والتقدير عاملة زي المياه اللي بتسئي الزرع ما ينشفش كمان كلمات التشجيع والمديح يقول الكتاب مقدس كده شجعوا صغار النفوس نشجع أولادنا الصغارين ونمتدح الإيجابيات الصغيرة اللي بيعملوها البسيطة هي بالنسبة لنا احنا صغيرة وبسيطة لكن بالنسبة لهم هم شيء كبير فمهم جدا ان احنا نمتدح الأعمال الصالحة والأعمال الحسنة اللي بيعملوها أفراد الأسرة بعضهم لبعض اللي يمنع ان الزوجة تشكر زوجها على تعب ومعاهم على ولما يرجع تتعبان من شغل تقوله قد ترخيرك وهو يقول لها انت تعبت النهاردة في البيت عملت كتير وعود استرياحي كلامات بسيطة لكن تفرح النفس لانها شفاء للنفس وشفاء للقلب كلام المحبة يا حبيبي وحبيبتي هذه التعبيرات بتفرح القلب والأولادنا الصغارين لما يسمعوا الكلمات دي بيفرحوا ايضا وتنغرس فيهم في قلوبهم المحبة الأبوية والمحبة الأسرية فيكونوا دايما شابعانين بالحب في الأسرة فما يبحثوش عن حب خاطئ برا البيت ايضا من الكلمات الحلوة كلام الدعاء اننا نديع البعض الخير ربنا يسندك ربنا يسندك ربنا يعينك ربنا يكون معاك ربنا نجح طريقك يا أولاد ما تخافوش ان شاء الله ربنا يفرحكم وتنجحوا هذه الكلمات اللي تطلب فيها الأسرة بكلمات بسيئة نعمة ربنا وبركة ربنا ان بعضهم البعض ولولادهم شيء مهم جدا في الأسرة أيضا من الكلمات الحلوة والحسنة كلمات الاعتذار لما حد يزعل نقول له أنا آسف متزعلش مني حقك علي أنا خدت بالي مش هعمل كده تاني كلمة الاعتذار بتفرح لأنها بتمحي أثار التعب وأثار الخطأ من قلوبنا البعض لما واحد يقول له أنا عارف ان دايقتك يا عم أو أنت عارف ان دايقتك يا فلان أو يا علان بيفرح الإنسان الآخر لأنه بيشعر بالتقدير انه زعلي ودي مقدر عند الآخر أيضا من الكلام الحلو في حياة أولاد ربنا كلام العتاب أنه عاتب بعضنا بالحب وليس بالتأنيب السيد المسيح لما جاء عاتب بطرس قال له أتحبني 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 قدم المحبة لم يقدم ما قالهش أنت أنكرتني 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 لأنه أتحبني أتحبني وبالتالي بطرس الرسول لما فهم كده حزن لأنه ثلاث مرة قال له أتحبني عارف أن معناها أن أنت أنكرتني ثلاث مرات فحزن وده كان سبب لأنه ربنا قابله لأنه تراجع عن الضعف اللي كان فيه العتاب مهم جدا يكون عتاب إيجابي أيضا دلوقتي إحنا مع وسائل التواصل الاجتماعي اللي يمنع أننا نبعث لبعض رسائل محبة ورسائل كلمات حلة وكلمات تشجيع وكلمات إعجاب في المناسبات وإحنا بنعمل كده مع بعضنا اللي يمنع أننا نعمل مع بعضنا جو الأسرة داخل الأسرة الحقيقة أنا بفرح لما بلاقي أسرة عاملين جروب كده على الوقت سأبل بعضهم بعض يتابعوا أخبار بعض ويشجعوا بعض يقولوا كلام حلو أيضا من كلمات الحلوة أو كلام الحسن الاشتياق وحشتيني وحشتيني وزعلان إن بعت عنك أو زعلان إن بعت عنك هذه الكلمات تحتاج أو مننا إننا تكون حضرة في قلبنا وفي ذهننا في أسرتنا لأنها بتعبر عن الاشتياق وعن المحبة أنا محتاج لك أنا أرجو إنك تساعدني أرجو إنك تساعديني هذه العبارات البسيطة بتعبر عن التكامل بين الأسرة السيد المسيح قال للمرأة السامري أعطيني الأشرب يا ربي أنت محتاج هذا نعم لأنه بالعبارة دي أوجد علاقة مشاركة بينه وبينها وفتحت قلبها وزهنها لكلام المسيح واتحولت إلى ومرة سأل بطلس أو تحبني أكثر من هؤلاء سؤال بس يشير إلى المحبة نحن يا حبائي نحتاج أننا نزود في حياتنا كلمات الحلوة الكلام الحسن الذي هو شهد عسل حلو للنفس وشفاء للعظام وللهنا المجد دائما أبديا أمين اشتركوا في القناة